السلام عليكم احبابي كديري لبس عليكم امركم زيان كنتمنى ان شاء الله تكونوا بي خير وعلى خير ودائما انا كنتمنىكم تكونوا بي خير وعلى خير اليوم هاد الفيديو خاص يعني ما غادي ندير تشي حاجة وانما جيت باش نشارك معكم الفرحة دياري الصراحة ما نقدبش عليكم فرحتي ما كتت توصف شو قلت ما يمكنش ما يمكن زعمة ما نقولش لكم الفرحة اللي فرحانا بيها اليوم لي هي فرحة زوينة وفرحة ما نعم اشليكم ايني ما قدرت كيفاش نوصف لكم الفرحة ديالي اليوم وهاد الفرحة ديالي علشت قسمتها معكم لانكم فعلا انتوما السبب بهذا الفرحة هادي اللي دخلتوا علينا اللي دخلت علينا نظهرنا كنشكركم بزاف فرحة ما كتتصورش كيب قلت لكم يا حبابي انتوما السبب فضل الفرحة هادي انتوما السبب اللي دخلتوا هاد الفرحة وهو هاد تصوروا القلوب ديالنا انا والأم ديالي الفرحة ديالي ما كتتصورش اتقدت ان انا بغت نعبر لكم ولكن معرفش كيفاش يعني نوصف لكم الفرحة ديالي كنشكركم بزاف جيدا، اه درينا ما كنشتى؟ فرحة ديالي اليوم كنشف حش منا في حالة الاتعادة اليوم حبالي اتفعلت ل القناة ديالي. شكرا لكم بزاف شكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف ما يعني خيركم ماكي تعودش شكرا لكم بزاف أنكم أنكم تابعتونين تابعتوا الفيديوهات ديالي دعمتوني جميع الفوديوهات ديالي تحققت ذاك الشي hoy بدي كان شكركم بزاف فرحة دي اليوم عفوان ما كنت تعود قلت أولا بود نقسمها معكم لأنكم تمجوز من هذه الفرحة كان شكركم بزاف كان شكر المتابعين ديولي لكي تابعوني داخل الوطن وخارج الوطن هلا يخطيكم وتبارك الله عليكم دعمتوني توصلت الهدف ديالي توصلت ذك الشيء كان طمح لي شكرا بزاف وان شاء الله دعمت فعلت لي القناة غادي تشوفوا فيديوات جدا تشوفوا حمس جديد غادي تشوفوا نشاطات جدا غادي تشوفوا بزاف الحوايج الزوينين نقدم عليكم وكتعرفوا ان المحتوى ديالي ما شاء الله انه لحسب للكومنتارات ديالي انه محتوى زوين ومحترم وفي حوايج اللي زوينين وكتفيدكم كيف قلت لكم في جميع الفيديوات ديالي كنقدم الحاجة اللي غادي تفيدكم واللي غادي تكون تكون عندها افادة زوينة يعني ما نكدبش إليكم كيجبني نقدم الحاجة اللي ما فيها اشتفاها الحاجة اللي غادي تفيدكم وغادي تكون يعني شو كيفش معا شكيفش نصف الفرحة ديالي فرحة ديال كبيرة بزاف شكرا انا احبابي كان حماق عليكم وكان موت عليكم وكنتمنى انكم تزيدوا تدعموني كتر وكتر لان هاد الفرحة ما كنت توصفش شكرا احبابي وغادي نقدم واحدة تحية خاصة لواحد السيدة اللي عاونتني في هاد عاونتني في هاد القناة توقفت علرجي يالله جازي ابي خير واللي هي هداية تبارك الله عليك اختي وشكرا بزاف وخيرك شكرا لك بزاف والهلا يخطيك نتمنى ان شاء الله توفيق في حياتك وتوصل ليدك الشي اللي بغيتي متابعين ديالي كان حماق عليكم وكان موت عليكم وكنتلب من الله منكم انكم تزيدوا تدعموني وتزيدوا توقفوا معايا لاني في الصراحة ما غا نخبيش عليكم هاد القناة قدرتها باش باش نسترزق الله ونعاون والدية بيها ذا كل مدخولة غادي تخني وفي الصراحة باقي ما كنت تشي حاجة يعني باقي ما دخلتني تشي حاجة باش ما نكدبش عليكم كم وكتلكم انا يا هاد القناة هادي بديتها بطريقة زوينة بديتها بصراحة بديتها بمصداقية كتعرفوا ان الحاجة اللي كتكون بادية بواحد نية صافية بواحد مصداقية انها كتنجح وكتوصل لديك الاهداف اللي بغيتي اللي غنطلب منكم وشكرا لكم بزاف وكنتمنى انكم تزيدوا تدعموني انا والام ديالي باش دائما نجيكم بالجديد وفيديوهات اللي غايعجبوكم ومهن القدام غادي تشوفوا التغيرات اللي غايقوا على فضل القناة ديالي انهم غادي يقولوا فيديوهات زوينين بزاف كي حمقوا كيف قلت لكم كيف ما انتم فرحتوني فضنهار فانا ضروري غادي نفرحكم فيديوهات زوينين بالحاجة اللي غادي تفيدكم اللي غادي توقف معكم شكرا لكم تزافر عنا لحد الان والله العظيم ما عرفتش كيفاش انا نشكركم ما عرفتش كيفاش لانا الشكر باش غادي نقدمونيكم يعني ما كافيش صراحة الله ما كافيش لانا الفيديوهات لانا عفوا لانا لانا اليوتيوب لا بيكم رمك يسوتشي حاجة صراحة الله لانا اليوتيوب بلا متابعين وكان حماق عليكم وكان اموت عليكم وما تنسونيش بالاشتراك مع الاحباب والاصديقاء وكان قدم تحية خاصة وكبيرة الناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن اللي هلا يخطيكم وبرك الله فيكم انتم كتعاونوا الناس وانا كنتلب من الله اللي في شي محنة اللي في شي ولي في شي عقدة عنده ولا شي حاجة كنتلب من الله انها توقف معكم ويحليكم الله جميع مشاكل ديه ولكم كان شكركم بزاف وكان طلب منكم انكم زيدوا تدعموني كتر وكتر كيف قلت لكم احبابي ومعدي ما نخبي عليكم هاد القناة كيف قلت لكم باش نسترزق الله بها ونعاون بها والدية شكرا شكرا لكم بزاف ومن زيدش نكتر عليكم ان شاء الله كيف قلت لكم غادي تشوفوا بزاف ديال فيديوهات زوينين غادي نخرج للطبيعة ونصور لكم فيديوهات كي حمقوا يعني اي حاجة زوينة من هنا القدام غادي تبان في القناة ديالي كيف قلت لكم اليوتيوب انه ما ينكش اناني غادي نشارك معاكم غير الحاجة الزوينة وانما كنشاركو معاكم الحاجة الخيبة والحاجة الزوينة واي حاجة كنشاركوها معاكم يعني اي حاجة درناها كنشاركوها معاكم الهلا يخطيكم وكيف قلت لكم الشكر ما كافيش صراحة الله كتستهلوشي حاجة كتر من الشكر ليسهل على كل واحد انه عنده الفكرة دياليوتيوب وانه ان شاء الله تهو ايبداء في القناة دياله كنقول لكم من القناة ديالي الله يوفقك والله يوصلكم دك الشي اللي بغيتو هاد اليوتيوب الصراحة فاش كتخدم بواحد مصداقية فاش كتخدم بواحد النيازوينة فركنتوصل دك الشي اللي بغي شكرا لكم بزيف شكرا لكم شكر بكم بزاف شكر بكم بزاف شكر خاص وكبير الناس المتابعين ديالي اللي هلي يخطيكم نخليكم دابا وصلنا نهاية الفيديو نتلقوا في فيديوات جاي في جايين عفوا ندير دك الشي اللي غادي يعجبكم اللي غا ترتاحوا لي شكر عليكم بزاف احبابي كيف قلت لكم شكر ما ما كافيش اه خاصكم شي حاجة كتر من شكر شي حاجة كتر من اي حاجة يعني شي حاجة لي خاصكم كبيرة لي قطلي قبل جماعة ديالكم وكطلي قبل مقام ديالكم لان مقام ديالكم كبير لانكم كبرتوا بيا ووصلتوني لدك الشي اللي بغيت كان حماق عليكم وكلموت عليكم تابعوني في القاهلات ديالي باش دائما نجيكم بالجديد وبفلوغات جداد وده با كان وعدكم اه غادي نولي ندير فيديوات كل نهار غادي نلوح لكم فيديوات كل نهار يعني ندير فيلوغات في الطبيعة في بلايس لي زوينين و ما تنسوا منيش تبلي لايك والاشتراك مع الاحباب والاصديقاء اليوم جيت قسمت معاكم الفرحة ديالي اللي كان السبب ديالها هو منتومة لهالي خطيكم كنعود نشكركم لهالي خطيكم وحاليا هذا الفرحة هذي انا عارفها غير بوحدي يعني حتى الام ديالي ما زال ما عارفهاش لانا بحكم انها شت قريشي شغل يعني انا غادي تجي فتايا غادي تدير لكم فيديو وغا تشكركم بزاف يعني حتى هي ما زال ما عارفهاش ونا عارفهم تأكدامين غادي تسمعها غادي تفرح بزاف وقدر توصل بهالدرجة انها تبكي بهذا الفرحة هذي لان فرحة زوينة وما كنت توصفش لانا كي بقيت لكم بدينا بواحد نية ان انا نوصلوا لكم غير ذاك شي زوين ومحترم شي حاجة لي غادي تفيدكم شي حاجة لي زوينة شي حاجة لي كتلي قبل مقام ديالكم يعني ماشي اي حاجة كنحط في القناة ديالي الا بالعكس انا كنحتار معرفة المتابعي ديالي لانا كنعرف ان الناس اللي كيتابعوني محتار مين ويعني عائلات كبار مين كش غادي نحط شي حويج لي غادي تكون خيبة ولا شي حاجة لا حاشا انا ركي نقدم غير محتوى زوين وغادي نبقى عد الوعد ديالي لمحتوى ديالي ما غادي شي تغير غادي بقى غير محتوى غادي بقى محتوى عفوال محتارم ودك شي غادي تشوفه من هنا القدام ايكون زوين بزف وغادي يعجبكم لي غادي نطلب منكم هو تزيدوا في تزيدوا في الدعم ديالكم باش نوصل دك شي اللي بغيت وتأنا كيف ما ما حشمتونيش انا ما غاديش نحشمكم وغادي نكون معاكم وغادي نكون معاكم عند الوعد ديالي دائما فيديوات زوينين لك كيف قلت لكم كاتلق بالمقام ديالكم وصلنا دا بالنهاية الفيديو شكرا لكم بزاف شكرا لكم بزاف شكرا لكم بزاف شكرا كيف قلت لكم انه ما كافيش لا تشيري شطلي شكرا لكم بزاف يعني الصراحة ما كنتش متوقعة انني نوصل هادشي وما كنتش متوقعة ان القناس ديالي غدا توصل بحال هاكوا شكرا لكم بزاف كنتمنى انكم تدعموني انا والام ديالي باش دائما نجيكم بالجديد نتلقوا في ساعة زينة نتلقوا في ساعة زوينة الله يخليكم لي ولهي خطيكم لي وغيرا نعود نقولها كان قدم تحية كبيرة الناس لكي يتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن شكرا لكم بزاف راه خيركم عمرو ما غايتنسى يعني شي حاجة فرحة جتني ديوما ما كتتتوصفش يعني يجتني كي صدمة انني يعني ما شاء الله يالله بديت واتقبلتي القناة ديالي كان حماق عليكم بزاف هادشي ريصلت لي بالفضل ديالله اولا بالفضل ديالكم اللي هلا يخطيكم عليا نتلقوا ان شاء الله فيديوات جداد في لوكات جداد حويجت لي غاديعجبكم حويجت لي غاستفدوا منهم ان شاء الله لي فراسكم احبابي انطلقوا فيديو جاي احبابي انطلقوا فيديو جاي